مرحب فيكم بحلقة جديدة من اليو اس بوكس اوفيس ماكن ديمة من اي جين ميدل ايست وهل اسبوع بدخل ثلاث افلام جديدة عالتوب تن هنن فيلم ديزني سكرسوفر روبين ديزني سكرسوفر روبين ديزني سكرسوفر روبين تابوا معي لنعرف اذا حدا منهم قدر يتغلب على فيلم ميشن امبوسيبل سيكس نبدأ بالمرتبة العشرة مع فيلم تايتنز يلي تراجع من المرتبة الخامسة الاسبوع الماضي فيلم السوبرهيروز كرتوني جمع اربع ملايين وتمانمية وتسعة وستين الف دولار اضافية على عائداته الكلية يلي جاوزت اشرين مليون دولار باليو اس وهي شي يعتبر ممتاز جدا نظرا لميزانيته يلي متجاوزت عشر ملايين دولار وهيك منش هدخروش في المايد جوراسيك وولد وسكاي سكريبر من التوبتال للمرة الاولى من وقت صدوره اي ام سليد اذا كنا نستطيع ان نجعله نميزينا نحن نرى اننا نفتح من ميزة انا لا اتبع في حلقة مباشرة والمباشرة اوه يا رجل انا لا اتبعك اتبعي بطريقي فيلم انكروضوبن ستوم استمر بنجاحه ويعتبر اقدم فيلم موجود بالتوب تن مع صدوره بدور السينما من 8 اسابيع وعلى الرغم من انه تراجع من نمبر سبين لناين هالويك اند الا انه اضاف خمس ملايين دولار على عائداته الكلية اللي وصلت باليو اس وحده لخمسمية وثلاثة وثلاثة وثمانين مليون دولار اما حول العالم فهي جاوزت واحد مليار دولار ترجمه صغير أقري يبقى ترجمة الأخبيل تقوم بحجوم منها تجربة الأخبيل يجب أن يجب أن تحديدنا اصحاد كثيرا ش �م أنه سنجدًا إذا أكون تستمع هذا إذا كنت تسمع عصونا إذا كنت تريدنا يمكنني أن تجدنا المنطقة المنطقة لا يوجد أي أطفال أي مكان المنطقة لم يكن خيال ما حدث لما لم يحصل لقد خيالنا لأن الذين هم يستطيع مختلفوا أول موضوع هذا السابق هو فيلم الخيال العلمي والتشويق The Darkest Mind ويلي حل في المرتبة التاملة بيحكي الفيلم قصة مجموعة من المراهقين يلي لما بيطوروا قدرات جديدة أوية بشكل غامض بتعتبرون الحكومة بمسابة تهديد وبتبعتهم لمعسكرات الأتقال بس بتقدر روبي يلي عمر 16 سنة تهرب من السجن وبتنضم لمجموعة من الهاربين الثانين يلي عم يبحثوا عن ملاذ آمين وبتتعاون المجموعة مع بعضه وبيجمع أفراد قواهم لمحاربة البالغين يلي حاولوا يسرؤوا منهم مستابقهم الفيلم جمع 5.8 مليون دولار بويكند اطلاق لا تريد أن أريد أن أت alive وكيف أن حتket لا تريد أن يجب أناتت أكل هذا الأمر أن أ experiencerbecها لسهر بالأخراف أمري الموايا الفيلم من إخراج بايتون ريد الحائز على الجوائز يلي اشتهر كمان بإخراجه لفيلمين ياسمان و بريكا حصد الفيلم أكثر من 6 ملايين دولار هالأسبوع جوز مجموعة عائداتك كل يمية و95 مليون دولار باليو اس مجدد 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 تجربة تجربة ما لست تفوز لا تتفوز ما لا لا مجدد اشتركوا في القناة هوتل ترانيس ليس لكي يتراجم المرتب الرابع للساتة مع عائدات وستثلة 8.2 مليون دولار هالويكيند الفيلم من بطولة سالينا جوميز يلي من المفروض نشوفها بالفيلم الكوميدي اريني ده ان نيويورك لاحقا هالعام هناك شيء عن هاتف رعب جدا يجعله يصبحون جدا مهما ادوبة دايشو لكوبده 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 اشتركوا هاني ترجمة نانسي قنقر The Equalizer 2 مع دينزل واشنطن تراجع من نمبر 3 إلى 5 حصد عائدات وستثلاثمانة فاستثلاثماني مليون دولار هالويكند وهيك بتقرب عائداته الكلية باليو اس ثلاثماني مليون دولار هالشي اعتبر اقل من المتوقع نظرا لميزانين تيالي وستثلاثماني مليون دولار ترجمة نانسي قنقر تعتمو أن يريدو مكسعي فقريتا قل واحدة وأخذت إلى أجلك وإن المؤسسات فإن أنا أول شيء مجدد أجل أخذ فلية ما زال بغض هل تستطيع أن تكون ذلك؟ لا أبداً 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 ان ذكره جديد و وأخبره و و و و يعني أنك شخص شخص لماذا شبه لماذا شبه لماذا شبه هم لا شيئا لس نشبه الغنبال لنه مشترك أنه من مجموز صديقائك لازلما شبه في مجموز سنبال يمكن الفتي لست فتح و يجب الآن و يسiente كله لهم لا يمكن يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل يا رجل توقفك يا رجل نيو انتري بالمرتبة الثالثة مع فيلم The Spy Who Dumped Me الكوميدي يحكي الفيلم قصة صديقتين اسماً Audrey Morgan يلي بيتورطوا من دون قصدهم بمؤامرة دولية لما بتكتشف واحدة منهم أنه حبيب السابق كان بالحقيقة جاسس الفيلم جمع 12.35 مليون دولار بي كانت محسسناً 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 كثيراً أعلم محسسناً وسيقوم المترجم انظر مبينة محسسناً يا رجل بعض الناس بعض الناس ابتعد فيني وللنا بشكل رائع لماذا كنت تحصل بخطة لنوعة سترى إلى مستدرات لهم يراققاً تريمًا معملكة أريد أن تسرى أن ت Leb gesund ترى إلى مغفرة وزل لم يكن رغم مشتراً لماذا هذه الأوليكي المعارفة؟ احبت أحب بحاجة فعلا بحاجة ما يحدث جميع أن تتحرك من يتوقف معي؟ تحبا بحاجة المنشفى أبداً لن أعلم عنك ألم نعلم أبداً لن أحد نحن نجحنا في المنشفى هذا الجوال وحن نحن سأخبر هذه الوصف لديهم احيداً سأخبرهم هذا الجوال جميع المهلا فتح تأخبر المنشفى لن يستطيع البعض بكثرة الآن في المنشفى النيو انتري الثالث والأخير هالأسبوع هو فيلم ديزنس كريستوفر روبين يلي حل بالمرتبة الثاني بيحكي الفيلم قصة رب الأسرة كريستوفر روبين يلي بيلتئب صديق طفول طواني دبو يلي بيساعده على اكتشاف روعة الحياة من جديد الفيلم جمع 15 مليون دولار بأسبوع إطلاقه فب الوقاب أن أم توجد قد شريره على هذا الناس قد شريره فإن جداً كم كم الكريستوفر روبين أنا تحب أجلك أنا كم كم جداً جميل أجل من أجل لذلك نعم، كم؟ لأجل تحب بي جداً 開لو يوم ريسوفر روبين إذا أغلبتك رغبان يجب أن تشاهد فيها عمل أن أجراً جداً أتم لي باقي بيجلت إذا أريد قد تشاهد فاتول عمل أعمال ريزني رفكز سعيد ر finds rezival لا يوجد أشعر أشعر من الطريق يا بنتي؟ ترى الراسة اذهب، 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 اذهب ماذا تنتظر؟ أنا سأخذ من المرات آسف، حسنًا عندما يتوقف الوقت إيثن هاند ستساعد كل من يتباً عنه حافظ فيلم Mission Impossible Fallout على المرتبة الأولى وحسط 35 مليون إضافية وهيك بيقرب مجموع عائداته الكلية من مية وخمسة وشم مليون دولار باليو اس وحدة أما عائداته العالمية فهي قربت من 330 مليون دولار ربما يجب أن نتعرف ذلك إيثن، أنت تساعدت هذا ما يتفعله ما يتفعله يتفعله ما يتفعله يتفعله عندما يقوله يتفعله شو تايم يا رب يا رب وهي كانت قائمة اليو اس بوكس أوفس لهالأسبوع للاطلاع على مراجعات IGN للأفلام الموجودة بالتوب تين تقدروا تلاقوا الروابط أسفل الفيديو كانت ما كنت ديما مهنة للمزيد عن عالم الألعاب والترفيه لا تنسوا تتابعونا على IGN من الإيست ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر